ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية هذا اليوم بقصر القضيبية وفي بداية الجلسة شاد المجلس باهتمام حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح في ظهر الله ورعا بأهداف جائزة عيسى لخدمة الإنسانية والذي تجلى برعاية جلالته لحفل تسليم الجائزة في دورتها الثانية والتي فاز بها الدكتور أشواتا سمانتا من جمهورية الهند الصديقة في مجالي الرعاية الاجتماعية والتعليم ووجه المجلس الشكرة لسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على ما قدمه من جهود كبيرة لإنجاح تنظيم الجائزة وتحقيق أهدافها ونوه المجلس إلى ما تضمنه خطاب جلالته في هذه المناسبة من إشادة بالخطوات الواثقة التي قطعت هذه الجائزة لتصبح جائزة عربية عالمية في مجال الخدمة الإنسانية وبما تعكسه هذه الجائزة من وجه حضاري لمملكة البحرين وتخليد لذكرى المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثرى وعطائه رحمه الله الإنساني وإنجازاته في هذا الجانب كما توجه المجلس بالتهنئة الخالصة لجامعة البحرين بمناسبة تخريج الفوج الثاني والعشرين من طلبتها ونوه المجلس بدور جامعة البحرين كسرح تعليمي وطني حقق الكثير من التميز والكفاءة في إعداد إبناء مملكة البحرين للمساهمة في مختلف أوجه التنمية والإنتاج في المملكة واطلع سمو رئيس الوزراء على مجريات العمل في بعض المشاريع الخاصة بالطرق الرئيسة التي تقوم بها وزارة الأشغال ووجه سموه إلى ضرورة التأكد من مواصفات واشتراطات السلامة والتقيد بها خلال عملية الإنشاءات في مواقع العمل بهذه المشاريع بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي وفق المجلس على مذكرة بشأن انضمام مملكة البحرين لعضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والتي تعمل على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة والمعرفية والتقنية وتكوين الكوادر المتخصصة في مجالات مكافحة الفساد وتدريبها ويبلغ عدد الدول الموقعة على الانضمام لعضويتها 53 دولة وفق المجلس على مذكرة تفاهم حول تأسيس علاقة صداقة ما بين المنامة ونيتشوان نينجيشيا بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات الصحة والثقافة والأثار والسياحة والاقتصاد والقطاع المالي الإسلامي والتجارة والطاقة والزراعة والتربية والتعليم وتبادل الأنشطة التجارية لسيدات الأعمال كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات ذات الصلة بالسلطة التشريعية حيث اطلع المجلس على مذكرة حول البت في مشروع قانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة إثر مضي المدة المقررة بالدستوري والمحال إلى مجلس نواب لنظره بصفة الاستعجال وقرر المجلس أخذ الإجراءات القانونية والدستورية في هذا الشأن اطلع المجلس على مذكرة حول البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية بعد مضي المدة المقررة بالدستور والمحال إلى مجلس النواب لنظره بصفة الاستعجال وقرر المجلس أخذ الإجراءات القانونية والدستورية في هذا الشأن أحيط المجلس علما بموافقة مجلسي النواب والشورى على عدد من مشاريع القوانين المحالة إليهما من الحكومة الموقرة وهي مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم ويهدف القانون إلى سد الفراغ التشريعي الناتج عن عدم وجود تنظيم شامل للتحكيم التجاري ويسهم هذا القانون في جعل مملكة البحرين مركزا إقليميا للتحكيم من خلال الأخذ بالآليات الحديثة في فضل منازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي والذي يهدف إلى توفير بيئة تشريعية متطورة تقدم كافة أوجه التعاون والتسهيلات التي تتطلبها الاستثمارات الأجنبية وعقود التجارة الدولية والعلاقات القانونية مشروع قانون بتعديل المادة 320 من قانون العقوبات والذي يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم من التعرض للخطر وتشديد العقوبة وذلك برفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس بدلا من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر مع إمكانية أن تصل المدة إلى عام واحد مشروع قانون بتعديل المادة الثامنة والثلاثين من قانون التأمين الاجتماعي والذي يهدف إلى مساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري لمكافأة نهاية الخدمة في حال انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم للمعاشر التقاعدي وذلك إعمالا لمبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من الدستور مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 وتعديلاتها ويهدف إلى الأخذ بالتدابير المحددة التي يتخذها الموظفون المخولون لتقييم الحاويات وتحديد صلاحية استخدامها في النقل مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجكستان مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض إحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستراليا وعقب الجلسة عقد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جرسة مجلس الوزراء كما قام بالرد على عدد من استفسالات الصحفين الذين حضروا المؤتمر الصحفي هذا وسيتم عرض التسجيل الكامل لوقاع المؤتمر الصحفي بعد هذه النشرة مباشرة